السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلقوا عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والصفر الى خارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي ما نخلها تقدر اه تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا اه وفرنا فرصة كانت فرصة حصرية عن طريق مناتنا من خلال عملية التقديم والاجول وهي كانت فرصة تطوع في بيتنام شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفيازين فيها زي الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاء كتير. التقديم والاجول فيها حصرية عن طريق قناتنا. بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع الشرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وطبعا زي ما انتم عارفين اللي احنا بدأنا آآ كورس اللغة الانجليزية آآ من حوالي اسبوع وهو كورس شامل ان شاء الله هيبدأ من او هبدأ من آآ الصفر ومكملين ان شاء الله حتى الاحتراف وحتى المستويات العليا ان شاء الله. آآ وعشان توصلك ايها حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب انويت كمان لجميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك ورابط التقليم الخاصة بالمنح اللي نتكلم عليها النهاردة هتلاقو موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة اللي ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة ممتازة جدا. هي فرصة حضور مؤتمر في المانيا. يبقى الفرصة بتاعت النهاردة هي هتكون عبارة عن فرصة حضور مؤتمر. الدولة هي المانيا المدينة اللي هيكون فيها المؤتمر ده هي مدينة ميونيخ تمام? الجهة المانحة مين اللي مقدمة المؤتمر ده او اللي هتعرض المؤتمر ده هي مؤسسة دي اس ام فاونديشن تمام? هي مؤسسة دي اس ام. اه دي الجهة المانحة اللي هتنظم المؤتمر. الدول المتاحة للتانين في الفرصة دي كل دول العالم متاحة للتقديم. اي دولة تقدر تقدم في الفرصة دي دولة عربية افريقية سوية تقدر تقدم عادي في الفرصة دي. مدة المؤتمر ده حوالي اسبوها. آآ هتبدأ من اتنين وعشرين ابريل حتى اربعة وعشرين ابريل الفين واحد وعشرين. دي آآ مدة المؤتمر من اتنين وعشرين حتى اربعة وعشرين الفين واحد وعشرين. آآ هنا في ملاحظة ان هذه الفرصة لا تحتاج شارة لغة انجليزية. يعني انت مش محتاج منك انك تجيب اي اثبات للغة الانجليزية. بالاضافة كمان انها متاحة للجميع من طلاب وخريجين لو انت بتدرس حاليا بكاليريوس ماجيستير دكتوراه. اتخرجت ومش بتدرس حاليا. متاح ليك التقديم. متخرج من اي تخصص آآ طب هندسة آآ تخصص ادبي تخصص علمي. اي تخصص تقدر برضو تقدم في الفرصة دي. بالاضافة كمان حتى المؤهل الدراسي. يعني المؤهل الدراسي مش مطلوب مؤهل دراسي معين. هي متاحة لكل المؤهلات الدراسية. طيب ايه هو اهداف المؤتمر ده? يعني المؤتمر ده هينقشوا فيه ايه? بيقولك ان المؤتمر ده هيركز على خمس محاور اساسية. تمام? اول حاجة لحد من استخدام الموارد الحريجة واستبدال الموارد النادرة والخطيرة والتي قد تكون ضرة ببداية الاخرى اكثر امانا اطالة عمر المنتجات تصميم قبل لعادة التدوير. يعني من الاخر هيتكلمه عن الموارد الطبيعية وازي انك تقدر آآ تستغل الموارد الطبيعية الموجودة حواليك وآآ يعني تعمل اعادة تدوير للمخلفات وما الى زي. فعني هيكون المؤتمر صراحة عن موضع مهمة جدا حوالين البيئة. ده بالنسبة لاهداف المؤتمر. بالنسبة للتمويل صراحة تمويل منتاز جدا. آآ هيتكلفو لك بتزاكر الطيران مجانا. تمويل اول حاجة تزاكر الطيران مجانا من بلدك الى المانيا زهاب وعودة. يعني آآ في الزهاب الى المانيا من بلدك وعند انتهاء المؤتمر والعودة هتكون برضو تزاكر الطيران من موالب الكامل على حسابهم. كمان هيفروا لك السكن الفندقي كامل لمدة اسبوع. مدة المؤتمر كاملة هيكون في سكن فندقي. السكن الفندقي ده هتوفر فيه وجبات الطعام. هتوفر لك فيه الغداء والعشاء. تمام? والفطار. تلاتة وجبات الرئيسية. بالاضافة كمان هيوفروا لك رسوم حضور المؤتمر. انت مش هتدفع اي رسوم آآ للمشاركة في المؤتمر. كل الرسوم هتبقى لحساب المنحة. وآآ طبعا آآ هيوفروا لك النقل الداخلي. طبعا هيكون فيه طبعا زي تنزه داخل المدينة والتنقل ومشاركة المعالم السياحية والاسرية الموجودة هناك. يعني مش هيكون بس آآ حضور مؤتمر وانما زي هيكون زي تنزه كمان وزي رحلة كده. بجانب حضور المؤتمر. فالتنقل الداخلي هيكون على حسابه. آآ طيب بالنسبة لشروط التقديم. ركز معاه في الشروط عشان دي مهمة جدا. لازم اول حاجة يكون عمر الشخص ما بين تمنتاشر حتى تلاتين سنة. لا يكون اقل من تمنتاشر ولا يكون اكتر من تلاتين سنة لازم تلتزم بهذا الشرط يكون آآ ما بين تمنتاشر وتلاتين. بالنسبة لسنوات الخبرة في مجال العمل محتاجين سنوات خبرة ما بين تلات لخمس سنوات. يعني المنموم يعني الحد الادنى من الخبرة في العمل يكون عندك تلات سنوات. والحد الاغصى خمس سنوات. طبعا ممكن يكون السنوات مش متتالية. ممكن الشخص مسلا اشتغل آآ شهرين تلاتة مثلا بعد سنتين اشتغل شهرين تلاتة كمان هكذا يعني انت طول حياتك ممكن تجمع خبرة العمل اللي انت اشتغلتها ولو توافق عليك شروط مثلا ان تلات سنوات فانت تقدر تنضم ليه البرنامج ده تمام? ده بالنسبة لسنوات الخبرة في العمل. وعمر الشخص لازم تلتزموا بها وتهتموا بها كويس. اخر معقد للتقديم في الفرصة دي هو تسعة وعشرين يوليو الفين وعشرين. تسعة وعشرين يونيو الفين وعشرين هو اخر موعد للتعنيم في هذه الفرصة. اه طبعا ما فيش اي اوراة مطلوبة في الفرصة دي لان الفرصة دي الاشياء المهمة فيها هي المقالات اللي هنشوفها بعد اشواء. اه هنا في ملاحظة اللي احنا كقناة منح من كل الالوان بنتيح حملية التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزها. لو انت عايز تقدم من خلالنا متاح حملية التقديم وهتلاقي رابط استمارة التواصل مع التقديم من خلالنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو ولو انت عايز تاند بنفسك برضو تقدر من خلال اتباع شرح الفيديو ده. هنا انا هتطلق لينكين هتلاقي لينك الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه التفاصيل اللي انا قلتها دي باللغة الانجليزية وهتلاقي هنا كلمة قدم الان اللي هي اه ابليكيشنية التقديم. تعال كده نبص سريعا الاعلان الرسمي. اه هتلاقي نفس التفاصيل اللي انا زكرتها هنا موجودة ولكن باللغة الانجليزية. دي صفحة المؤسسة الرسمية دي سي ام. تمام? هتلاقي كل التفاصيل هنا هتلاقي الحاجات اللي بتشملها المنحة والن الرسوم هتلاقي اه الاكوموديشن هتلاقي التنقل تذكر الطيران اه الشروط ما بين تمنتاشر تلاتين تلاتة لخمس سنوات خبرة. هتلاقي كل الاشياء موجودة هنا. تمام? ده بالنسبة للاعلان الرسمي المنحة. اه طيب. اه بالنسبة بقى نرجع تاني على التقديم. هتروح تضغط على كلمة تقدم الان عشان يفتح معاك التقديم. التقديم اه مش كبير بسيط ولكن زي ما قلت اهم حاجة فيه المقالات. تعال كده نبص سريعا عليه. هتلاقي اول حاجة مطلوبة في منك معلوماتك الاساسية تحط اسمك اه اسم العائلة تكتب الدولة اللي انت مقيم فيها جنسيتك تحط ريميل بتاعك رقم التليفون المدينة. اه لو عندك الجنسية تانية بتحط انك عند الجنسية تانية بتكتب بتاعك تاريخ ميلادك. اه هنا بتحط اه لو انت دلوقتي حاليا اه بتشتغل في شركة مسلا بتكتب اسم الشركة وبتكتب اه مهمتك فيها يعني انت شغال ايه في الشركة دي لو انت حاليا طالب وبتدرس بتكتب هنا مسلا اسم الجامعة اللي انت بتدرس فيها. اه وبتكتب هنا بتاعك مسلا تكتب تمام? فده يعني بالنسبة ليه الاشياء دي عنك. وهنا بقى تبدأ المقالات اول حاجة تعمل اللي هي سيرة ذاتية عنك تتكلم عن نفسك تضع بعض المعلومات زي انك بتدرس مسلا حاليا في ايه بتشتغل في ايه. اه هنا هتلاقي بعض المقالات بتبدأ من هنا ودي بقى الاشياء المهمة اللي بيكون عليه عامل القبول او الرفض بنسبة كبيرة في المنحة. اه زي مسلا السؤال الاول بيقول لك يعني اوصف الاقتصاد الحيوي الحالي. وازاي ممكن يتم تنمية هذا الاقتصاد. اه هتلاقي اسئلة مختلفة كتير زي مسلا اشرح ازاي انت كان لك تأثير في بلدك وازاي اصرت مسلا على الاشخاص اللي حواليك اه بتأثير ايجابي في بعض الاشياء. يعني تتكلم فين مقالات دي وتجاوب عليها اه يعني بشكل كويس عشان هي مهمة جدا جدا جدا. تمام? وطبعا اخر حاجة بيقول لك حط لينك اه ويب سايت لاي مؤسسة انت بتشتغل فيها واي مؤسسة انت بتدرس فيها حاليا بتحط اللينك بتاع المؤسسة دي هنا. وبعد كده بتختار انك سمعت ازاي عن المنحة دي مسلا من السوشيال ميديا تويتر فيسبوك تختار الطريقة ان انت سمعت بي عن المنحة دي وعرفت عنها ازاي. وبتضغط ياس في الاخر انك موافق على كل الشروط وان التواصل معاك يكون عن طريق الايميل او التليفون. وبتضغط على المربع ده ان انت يعني كل شيء تمام وبعد كده بتضغط على كلمة لما بتضغط على كلمة كده انت سجلت بنجاح في المنحة وكل شيء مكتمل وبتوصلك رسالة على الايميل بتؤكد اتمام عملية التسجيل في المنحة دي. تمام? المنحة سهلة وبسيطة. اه مش معقدة تهتم اهم شيء بالمقالات اللي قلنا عليها هنا. وهي صراحة منحة ممتازة جدا من حيث التنويل تذكر طيران السكن فندوقي واجبات الطعام نقل الداخلي رسوم حضور مؤتمر. يعني كل حاجة فيها ممتازة جدا. هلو حابين تقدمو لها يا ريت لانه متبقى عليها شهر واحد وتمتهي. وان شاء الله بإذن الله بالتوفيق ولبوليكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.